قبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على عدة مناطق من خنيونس تحديدا في وسط مدينة خنيونس في إحعي الكتيبة هذا القصف الإسرائيلي استهدف أحد منازل المواطنين سيارات الإسعاف جلبت إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي عدد من الإصابات من بينها يعني معظمها أطفال يوجد هناك عدد من الشهداء في هذه الغارة الإسرائيلية بالإضافة إلى غارة إسرائيلية على منطقة بني سهيلة كان هناك انفجار كبير وضخم خلف ضمارا واسعا سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة تخرج من مجمع ناصر الطبي باتجاه أماكن القصف المختلفة نحن نتحدث عن إصابات كبيرة لازلت سيارات الإسعاف الآن تخرج أيضا من مجمع ناصر الطبي بمناطق الاستهدفات في وسط خنيونس وفي المنطقة الشرقية من خنيونس نحن نتحدث عن ثلاثة غارات إسرائيلية عنيفة ضربت منطقة خنيونس بعد حزام ناري بستة غارات إسرائيلية متواصلة بعد سلسط أيضا غارات على هذه المدينة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى هذه اللحظة والغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن مدينة خنيونس الأمر الذي دعا إدارة مجمع ناصر الطبي بدعوة المواطنين إلى ضرورة التبرع بالدم بشكل سريع حتى يتسنى لمجمع ناصر الطبي التعامل مع العشرات من الإصابات والإصابات الخطيرة التي تصل إلى مجمع ناصر الطبي صحيح الضباط الإسعاف قال أنه حمل عدد كبير من الأطفال جراء الغارة الإسرائيلية على حيئة كثيرة من بينهم شهداء من الأطفال صورة الأوضاع في خنيونس هي خطيرة ويعني الغارات الإسرائيلية لا تتوقف وهي غارات عنيفة أصوات الانفجارات مدوية بشكل كبير جدا وكأننا عدنا إلى المربع الأول واليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غارات في كل مكان في المناطق الشرقية في وسط المدينة في غرب المدينة في المخيم في منطقة قزان النجار وبروشوان في منطقة الفوق خاري بالقرب من المستشفى غزة الأوروبي ربما الآن سيارات الإسعاف تجلب عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي عدد من الإصابات يعني الآن سيارات الإسعاف تصطف أمام قسم الطوارئ والاستقبال في مجمع ناصر الطبي محملة بالإصابات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة خانيونس واحياها المختلفة الآن سيارات الإسعاف تذهب أيضا مرة أخرى باتجاه أماكن القصف الآن نرى إصابات يعني يتم إنزالها من سيارات الإسعاف أمام قسم الطوارئ والاستقبال منذ ساعات الصباح الغارات الإسرائيلية العنيفة لم تتوقف على مدينة خانيونس أوضاع إنسانية صعبة أوضاع طبية خطيرة جدا جراء الغارات المتواصلة في كافة أحياء ومناطق مدينة خانيونس هذه المدينة التي تعرضت إلى سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية فيما لا تزال تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع بصورة كبيرة جدا في مناطق وأحياء مدينة خانيونس وضع إنساني صعب وضع أيضا صحي صعب في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير على مدينة خانيونس والطلب من سكانها تحديدا سكان المنطقة الشرقية خزاعة عبسان القرارة ومنطقة بني سهيلة بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا إلى مدينة رفح جميع السكان أخلوا منازلهم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وجاءوا إلى مدينة خانيونس ولم يذهبوا إلى مدينة رفح التي هي أيضا تتعرض إلى سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد نحو 44 شهيدا بالإضافة إلى أكثر من 116 جريحا من بينهم إصابات خطيرة وحرجة الأوضاع في الميدانية في جنوب قطاع غزة هي أوضاع صعبة ومتوترة بفعل استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغاراتها الدموية على السكان المدنيين العزل الذين هم بداخل منازلهم في هذه الأوقات الوضع جدا صعب وأيضا الأوضاع الصحية هي صعبة وخطرة لأن بالأساس مجمع ناصر الطبي أكبر المجمعات الطبية الآن في جنوب قطاع غزة هو مكتظ بالألاف من الإصابات والمرضى والجرحة بالإضافة إلى وجود نحو 13 ألف نازحين يعيشون في مجمع ناصر الطبي العوضاع صعبة وخطيرة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن إبراهيم في ظل ما تحدث عنه الاحتلال وأيضا المنشورات التي كانت تلقى ما هي المناطق الآمنة إذن بعد أن تم الاستهداف لرفح وما يحدث في خان يونس يعني دليل على كذب الاحتلال عندما ألقى اليوم منشورات تطالب سكان المنطقة الشرقية من خان يونس بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة على اعتبار أن هذه المنطقة آمنة رفح يعني ربما أكبر عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم يعني قرابة نصف الشهداء الذين سقطوا حتى هذه اللحظة في محافظات قطاع غزة هم من مدينة رفح نتحدث عن 44 شهيدا نتحدث عن 116 إصابة من بين الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة والعدد مرشح للزيادة بالإضافة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بغاراتها الدموية على مدينة رفح كيف يطالب سكان المنطقة الشرقية من خان يونس بالذهاب إلى رفح وهي تتعرض إلى سلسلة من الغارات عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وسط رفح شرق رفح غرب رفح والمنطقة الحدودية يعني الجنوبية من رفح بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من رفح كل هذه المناطق تعرضت إلى غارات عنيفة جدا لا توجد أي منطقة آمنة من رفح حتى بيت حنون كل المناطق هي مناطق معرضة للقصف والاستهداف بالأحزمة النارية بالقذائف المدفعية وبالطيران الحرب الإسرائيلي علاوة على إطلاق الصواريخ من قبل طائرات المسيرة بدون طيار في كل مناطق قطع غزة اليوم تعرضت إلى عمليات القصف وبالتالي لا توجد أي منطقة آمنة في قطع غزة ولا يوجد حي آمن في قطع غزة إسرائيل اليوم وزعت آلة الموت والقنابل والصواريخ على كل محافظات قطع غزة وعلى مخيماتها على بلداتها على أحيائها المختلفة وبالتالي لا توجد أي منطقة آمنة في قطع غزة إسرائيل تهدف من وراء ذلك إلى حشر الناس في القاطع الجنوبي الجغرافي الجنوبي من قطع غزة ربما ذلك للضغط أكثر على السكان حتى يتم تهجيرهم إلى سيناء هذا ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول من العدوان على قطع غزة والتي أفشلتها الجهود المصرية الكبيرة عندما منعت أي أحد وحذرت من الدخول إلى منطقة سيناء أو الدخول إلى الحدود المصرية كانت هناك هذا الأمر ربما أفسد على الاحتلال خطته الجهنمية من عجل تهجير سكان قطع غزة من الشمال والمدينة وأيضا وسط وخنيونس باتجاه جمهورية مصر العربية الآن إسرائيل تنتقم من السكان المدنيين تقصد دون رحمة ودون هوادة وتوقع العديد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة تخرج من مجمع ناصر الطبي باتجاه كل أماكن القصف الكبيرة الآن عمليات انتشال المصابين والضحايا من تحت ركام المنازل يستغرق وقتا كبيرا لأن القضائف الإسرائيلية عندما تسقط على المنازل هي تدمرها وتحولها إلى كومة من الركام والحطام تحتاج قواقم الدفاع المدني إلى ساعات طويلة حتى تتمكن من انتشال المصابين أو الأحياء أو حتى جثمين الشهداء من تحت أنقاض المنازل لأن المعدات المتوفرة لدى الدفاع المدني لا تستطيع التعامل مع حجم الضمار والحجم القصف الهائل ضد السكان المدنيين هناك معلومات الآن عن غارة إسرائيلية على بلدة بني سهيلة بني سهيلة شرقي خانيونس نعم بلدة بني سهيلة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى هذه اللحظة لم تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية جزء من هذه الغارات نستطيع سماعه من هنا وجزء آخر لا نستطيع سماعه لأن المنطقة بعيدة نسبيا عن مناطق مدينة خانيونس أو المنطقة الغربية من خانيونس المنطقة بني سهيلة عبسان خزاعة القرارة الفخاري منطقة الزنة والفرحين هذه المناطق القصف الإسرائيلي لا يهدأ بها إطلاقا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة وأيضا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم الغارات الإسرائيلية لم تتوقف باستثناء الأيام الهدنة السبعة التي تم التوصل إليها ما دون ذلك هذه المناطق هي عرضة ومستباحة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن قبل المدفعية الإسرائيلية سيارات الإسعاف ذهبت إلى بلدة بني سهيلة وربما الآن نرى عدد كبير كذا يعني رأيت في الصورة هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف هي متوقفة تماما أمام قسم الطوارئ والاستقبال في مجمع ناصر الطبي هذا دليل على أن حجم الإصابات التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي هو كبير يعني كل السيارات الآن متوقفة أمام قسم الطوارئ هناك سيارة إسعاف جديدة دخلت إلى قسم الطوارئ يتم الآن إنزال عدد من المصابين من هذه السيارة الإسعاف علما أن كل سيارة إسعاف لا تحمل مصابا واحدا بالغالب هي تحمل مجموعة من المصابين حتى يتمكن ضباط الإسعاف من انتشال أكبر عدد ممكن من الجرحى والضحايا الأوضاع صعبة ومتوترة جدا وأيضا هذا الأمر يزيد من قلق ومخاوف المواطنين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة تحديدا مدينة خنيونس التي توعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة عمليات خطيرة وطالبت السكان بالرحيل والنزوح من مناطقها الشرقية